بعد مناقشات وجدال طويل مطروح منذ فترة وافق البرلمان المصري على القانون الذي اقترحته الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة لمساعدة الحكومة في زيادة إيراداتها الضريبية وفي محاولة منها لاحتواء عجز الموازنة المرتفع كان هناك أصوات كثيرة معارضة لضريبة القيمة المضافة بسبب تأثيرها المباشرة على المستهلك في كثير من السلع في هذا العرض نستعرض كيف سيتأثر المواطن المصري بضريبة القيمة المضافة أول رد بفعل مرتقبة مع التطبيق الذي سيكون بشهر أكتوبر أن يكون هناك ارتفاع بمعدلات التضخم من 2% إلى 3.5% معدلات التضخم أصلا هي في أعلى مستوياتها تقريبا منذ سبع سنوات في مصر وبالتالي إذا ما لاحظنا هذه المقاربة ما بين ارتفاع معدلات التضخم وما بين الدول التي تطبق الضريبة عادة متوسط ارتفاع الأسعار يصل إلى 5% نهيك عن أيضا أزمة الدولار وارتفاع الدولار تعطي أيضا تأثير على بعض السلع وبالتالي هي مرتفعة في الأصل عملية الارتفاع بالتضخم كيف ستطبق هذه الضريبة المضافة؟ هناك عدة أنواع من الضرائب الآن مطبقة سلع ضريبة الجدول وهي مطبقة على بعض السلع أهم المنتجات التي تطبق عليها ضريبة الجدول هي المنتجات النفطية من 30 إلى 100 قرش بنزين 80 الذي يستخدم البنزين 80 سيكون عليه إضافة 160 حاليا إلى 30 قرش وبالتالي المحصلة سيدفعها بقرابة 190 قرش السجائر تعتبر من السلع الأساسية في مصر وكثافة الاستخدام فيها ستتأثر بطبيعة الحال بهذه الضريبة السجائر بسعر 10 جنيهات الذي يشتري السجائر ب10 جنيهات سيضاف عليها من 50% قرابة 275 أرش السعر النهائي لهذا النوع سيصل ب17 جنيه 75 أرش سعر 16 جنيه على ضريبة 50% سيضاف إليها 425 أرش وبالسعر النهائي سيكون 28 جنيه 25 أرش سعر 23 جنيه للسجائر يضاف على 50% 525 أرش وبالتالي المشتري سيدفع 39 جنيه 75 أرش